مرحبا بكم من جديد رحلتنا الافتراضية اليوم مع الامارات العربية المتحدة تقع الامارات في منطقة الشرق الاوسط على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية تطل على الخليج العربي مما يضفي جاذبية على المناطق الساحلية والجزر المناخ في الامارات معتدل ومشمس معظم ايام السنة مما يجعلها وجهة مثالية للسياحة كما انها تتمتع بتنوع جغرافي واسع من الصحاري والواحات الى الجبال والشواطئ تزخر الامارات بالعديد من الوجهات السياحية الشهيرة اليك ابرز هذه المناطق دبي ابرز ما في دبي هو برج خليفة هو اطول مبنى في العالم ويضم مائة وثلاثا وستون طابقا يضم برج خليفة شقق سكنية فاخرة ومكاتب وفنادق ومراكز تسوق وترفيه يوفر البرج مناظر بانورامية رائعة للمدينة من المنصة الخارجية في الطابق مائة واربع وعشرين يحتوي البرج على اسرع مصعد في العالم الذي يصل الى سرعة عشرة امتار في الثانية كما يتميز البرج بتصميمه المعماري المبتكر والمستوحى من الزهرة الصحراوية وبالاجمال يعتبر برج خليفة معلما بارزا في دبي ويجذب الملايين من السياح كل عام يوفر اطلالات بانورامية على المدينة من منصات المشاهدة بي دبي مول احد اكبر مراكز التسوق في العالم يقع المول في وسط مدينة دبي مجاور لبرج خليفة يضم اكثر من 1200 محل تجاري بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة والمطاعم العالمية يحتوي على اكبر نافورة راقصة في العالم الى جانب اكبر شاشة LED في العالم يضم ايضا متحف الفنون الاسلامية ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف التطور يوفر وسائل ترفيهية متنوعة مثل حديقة حيوان صغيرة وزلجات الجليد واكواريوم كبير ويضم حوض دبي للاحياء المائية سي نافورة دبي اكبر نافورة راقصة في العالم تقع بالقرب من برج خليفة في ساحة دبي مول تسمى نافورة دبي وهي اكبر نافورة راقصة في العالم تضم النافورة 6600 مصباح وخمسون قاذف ماء تم تصميمها لتنفيذ عروض راقصة مثيرة تقع النافورة في وسط الساحة المركزية في دبي مول مما يجعلها المركز الرئيسي للترفيه والجذب في المول تقدم عروضا متنوعة للنافورة الراقصة على مدار اليوم تمزج بين الموسيقى والاضاءة والمؤثرات المائية تجذب هذه العروضة الضخمة للنافورة الراقصة الآلاف من الزوار كل يوم إلى دبي مول تعتبر هذه النافورة واحدة من أبرز المعالم السياحية في دبي والتي لا يمكن تفويتها عند زيارة المدينة دي نخلة جميرة جزيرة صناعية على شكل نخلة تحتوي على فنادق فاخرة مثل أتلانتس تقع نخلة جميرة قبال تساحل دبي بالقرب من حي جميرة وقد تم تشييد الجزيرة على شكل نخلة بثلاثة جذوع رئيسية وأربعين سعفة يبلغ طول الجزيرة الرئيسي حوالي خمسة كيلومترات وتم استخدام أكثر من سبع ملايين طن من الرمال والصخور لبناء الجزيرة تضم نخلة جميرة مجموعة من الفنادق الساحرة والمنتجعات السياحية كما تضم متاجر ومطاعم ومرافق ترفيهية أخرى تعتبر وجهة سياحية شهيرة في دبي حيث تجذب الملايين من الزوار سنويا تتميز بشواطئ رملية خاصة وأنشطة مائية مختلفة اثنين أبو ظبي وأهم ما فيها جامع الشيخ زايد واحد من أكبر المساجد في العالم معروف بتصميمه المعماري الرائع هو مسجد كبير ومهم في أبو ظبي يتسع الجامع لأكثر من أربعين ألف مصلي وهو من أكبر المساجد في العالم من حيث السعة تم تصميم الجامع بأسلوب معماري إسلامي فخم وتم استخدام مواد عالية الجودة في بنائه مثل الرخام والبرونز والبلاط يشتهر الجامع بقبته الضخمة والمآذن الأربعة التي ترتفع إلى ارتفاع مائة وسبعة أمتار يحتوي الجامع على العديد من المرافق الأخرى مثل مراكز ثقافية وتعليمية إضافة إلى مساحات للصلاة والوضوء يعتبر جامع الشيخ زايد واحدا من أهم المعالم السياحية في أبو ظبي ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم ب متحف اللوفر متحف فني يجمع بين الفن الكلاسيكي والمعاصر يقع في جزيرة الساديات يضم 23 قاعة عرض دائمة يضم أعمال فنية تعود لعدة حقب من التاريخ بما فيها الحضارات القديمة ويعتبر أحد أهم المعالم السياحية البارزة في دولة الإمارات سي عالم فراري حديقة ترفيهية تحتفل بعلامة فراري تضم أسرع أفعوانية في العالم يعد هذا المشروع أول متنزه فراري في العالم خارج إيطاليا ويحاكي تجربة زيارة مصنع فراري في مودينا يضم المتنزه مجموعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المصممة حول سيارات فراري الشهيرة والرياضة السريعة من بين أبرز الجذبات الموجودة هناك ركوب سيارات فراري الحقيقية في حلبة السباق وأرجوحة الطائرات ومتحف السيارات يوفر المتنزه تجربة غامرة للزوار بما في ذلك المحكاة الواقعية لقيادة سيارات فراري الأسطورية بالإضافة إلى المرافق الترفيهية يضم المتنزه عددا من المطاعم والمتاجر المتخصصة في منتجات فراري يعتبر عالم فراري في أبو ظبي وجهة سياحية رائعة للعائلات والمهتمين بالسيارات الرياضية الفاخرة ثلاثة الشارقة التي من عجائبها الرائعة A متحف الشارقة للفنون يعرض مجموعة واسعة من الفن العربي والإسلامي وهو أحد أهم المتاحف الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التركيز الرئيسي للمتحف هو على الفن التشكيلي والتراث الثقافي الإمارتي يقدم المتحف برامج تعليمية وثقافية متنوعة للزوار يساهم المتحف في تعزيز المشهد الفني والثقافي في الإمارات بشكل عام متحف الشارقة الفني هو إضافة مهمة للمشهد الثقافي والفني في الإمارات العربية المتحدة B سوق الشارقة المركزي يعرف أيضا بالسوق الأزرق وهو مكان رائع للتسوق يقع في قلب مدينة الشارقة في منطقة الصناعية القديمة يضم السوق مئات المتاجر والمحلات التي تبيع مجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك البهارات والتوابل والأقمشة والمنتجات اليدوية يعتبر السوق وجهة شعبية للتسوق والتجربة الثقافية للمواطنين والزوار على حد سواء يشكل السوق جزءا من تراث إمارة الشارقة وإحدى أبرز المعالم السياحية فيها بشكل عام سوق الشارقة المركزي هو وجهة مميزة للتسوق والاستمتاع بالثقافة المحلية في إمارة الشارقة أربع رأس الخيمة جبل جيس على قمة جبلية في الإمارات يوفر تجارب مغامرة مثل أطول مسار انزلاقي في العالم جبل جيس في الإمارات العربية المتحدة هو جبل صحراوي يقع في منطقة صحراوية في شمال الإمارات العربية المتحدة في إمارة رأس الخيمة المناظر الطبيعية للجبل تتميز بتضاريس وتشكيلات صخرية صحراوية مثل الوديان والمنحدرات الحادة يعتبر جبل جيس نموذجا للجبال الصحراوية النموذجية في المنطقة الجغرافية للإمارات العربية المتحدة يعتبر هذا من أفضل المنتجعات الفاخرة في رأس الخيمة يتميز بموقعه الساحلي المباشر على شاطئ الخليج العربي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات الراقية منتجع فندقي فاخر على الشاطئ مع إطلالات بانورامية رائعة يضم مجموعة من المطاعم المتنوعة والأنشطة الترفيهية يشتهر بمرافقه الصحية والرياضية الراقية هناك العديد من الخيارات الأخرى أيضا لكن هذا المنتجع من أبرز الوجهات الفاخرة في رأس الخيمة التي يمكن النظر في زيارتها 5- الفجيرة قلعة الفجيرة قلعة تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر إحدى القلاع المهمة في إمارة الفجيرة حيث بنيت في البداية لحماية المنطقة من الغزوات البحرية تم ترميمها وصيانتها عدة مرات على مر السنين تعد قلعة الفجيرة من أهم المعالم السياحية في الإمارة حيث تجذب الكثير من الزوار المحليين والأجانب الذين يأتون لاستكشاف تاريخها وثقافتها العريقة بي شواطئ الفجيرة تتمتع بجمال طبيعي رائع وتنوع كبير منها شاطئ المظلات يقع في مدينة الفجيرة على الواجهة البحرية للإمارة يتميز بمناظر خلابة للخليج العربي وبنيته التحتية المتطورة يضم العديد من المرافق السياحية مثل المطاعم والمقاهي والمنتجعات شاطئ مربح معروف بشعبيته الكبيرة لصيد السمك والغوص يتميز بمياه نقية وشعاب مرجانية غنية ست العين حديقة حيوانات العين واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في المنطقة تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور والزواحف من مختلف أنحاء العالم توفر أنشطة وبرامج تثقيفية وترفيهية للزوار بما في ذلك رحلات سفار وعروض تغذية الحيوانات تحظى بشعبية كبيرة بين سكان الإمارات والزوار من جميع أنحاء العالم بي جبل حفيت يوفر مناظر خلابة ومواقع أثرية وهو جبل صحراوي شبه جاف يقع في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من موقعه في منطقة صحراوية إلا أنه ليس جبلا عاريا تماما فهو يتمتع ببعض الغطاء النباتي والأشجار المتكيفة مع الظروف القاسية هذه بعض من أبرز المناطق السياحية في الإمارات العربية المتحدة وكل منها يقدم تجارب فريدة تتراوح بين الفخامة والثقافة والطبيعة أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوجهة وإلى اللقاء مع وجهة جديدة قادمة فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد